بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل نستكمل درس 34 بيقول لي التحدي صفحة درس المساحة بالوحدة المرضى عملنا الدرس اللي فات الفيديو اللي فات حضيكة جانا 18 واحدة مربعة وحضيكة عمر 21 واحدة مربعة حضيكة يوسف 16 واحدة مربعة حضيكة نادية 12 واحدة مربعة وحضيكة آية 40 واحدة مربعة بيقول لي بقى في سؤال التحدي صفحة 95 اهو صفحة 95 بيقول لي ايه اذا جمع كل من جانا وعمر ويوسف وناديا وآية حضيكة هم معا فما مجموعة المساحة الكلية عاوز المساحة الكلية للخمس مساحات اللي عندنا احنا عندنا جانا 18 واحدة مربعة وعمر 21 واحدة مربعة طب ويوسف يوسف 16 واحدة مربعة وناديا 12 واحدة مربعة وآية 40 واحدة مربعة عاوز المساحة الكلية هجمع المساحات دي كلها هقول المساحة الكلية تساوي 18 زائد 21 زائد 16 بتاعت البطيخ بتاع يوسف زائد 12 زائد 40 تساوي 819 9 و 6 15 و 2 17 و 0 7 معي الواحد 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 الاتنين الاربعة خمسة ستة ستة وربعة عشرة تطلع 107 واحدة مربعة وزي ما اتفقنا لابد من التمييز ده المساحة الكلية بالواحدة المربعة طيب نمرة اتنين بيقول لي ايه تمتلك هبة حديقتين مستطيلتين احدهما للخص والاخرى للقرع مساحة القرع 12 واحدة مربعة ومساحة الخص 10 واحدات مربعة ارسم الحديقتين بحيث يكون كل صف به نفس العدد من الوحدات كما كيف سيبدو شكل الحديقتين عاوز في كل صف في كل حديقة يكون الصفين زي بعض في الحديقتين هعمل صفين ايه هدرك ايه في ايه كم صف وكم وحدة في الصف هعمل بتاعة ايه حديقة الارع اتناشر يبقى واحد اتنين تلات اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر صفين هم في ست صفوف مربعين في ست صفوف اده صف في اتنين تلات اربعة خمس ستة في اتنين باتناشر يبقى دي تسمعي بتاعة ايه بتاعة القرع حديقة القرع طيب نعمل الحديقة التانية بتاعة الخص اهي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة برضو في كل صف اتنين زي الحديقة التانية نقول دي بتاعة ايه الخص حديقة الخص احنا كده صممنا الحديقتين يهون اتنين في ستة باتناشر اتنين في خمسة بعشرة نيجي لسؤال تأمل بيقول تأمل ما تعلمته ما اوجه التشابه بين طريقة ايجاد مساحة مخططات الحديقة وطريقة حل مسائل الضرب يعني احنا عملنا عملنا جبنا المساحة دي ازاي قلنا ايه حاصل ضرب عدد الصفوف في عدد وحدات الصف اهو عدد الصفوف واحد اتنين ثلاث اربعة يبقى ايه اربعة فاربعة طيب بيقول لي بقى مثل باشرح افكارك في المربع التالي يمكنك ايضا استخدام يمكنك ايضا استخدام صور لتوضيح افكارك نعمل صورة مثلا نقول حديقة الموز حديقة موز كده ها كده وبعدين نعد بقى في الاخر دول ثلاث صفوف هم نقول حديقة حديقة الموز ثلاث صفوف عدد وحدات الصف نعد واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تماني تمان وحدات مربع مساحة مساحة الحديقة تساوي ثلاثة في تمانية سوى أربعة وعشرين وحدة مربعة وعدد وعدد الوحدات المستخدمة لزراعة الموز هو هو نفس العدد أربعة وعشرين وحدة وأجي كده هو مثلا وأعمل بالألوان ألونهم كده تلاث صفوف ده الصف الأولاني اهو 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 تلاث صفوف في تمان وحدات ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين وكده نكون انتهينا من درس أربعة وثلاثين وبنأكد على ضرورة حفظ جدول الضرب لأنه هنستخدمه في الدروس الجاية كلها إن شاء الله وشكرا أبناء الطلبة اشتركوا في القناة